73 شنت عليه حرب التسقيق وكل تلك الأوراق كانت بس أحد المراجع مع الأسف وذلك المرجع كان في خبر كان حيث أنكر أنه كان صاحب تلك الفتاوى أو تلك السطور المهم قام أحد العلماء وسافر إلى طهران وأتى بورقة ممهورة بمهر المرجع الراحل السيد أبو الحسن الإصفهاني وكانت في هذه الرسالة ما يدين ذلك الشخص فكان يريد أن يقنع سماحة السيد الشيرازي بالنشر هذا ردا على ذاك فأخذ سماحة السيد هذه الورقة وهي الوحيدة بيده والتي سافر من أجلها إلى طهران هو رجع أخذ الورقة ومزقها قال لن أرضى أن تعاملوا المناوئين بهذه الطريقة قال له الرجل إنهم يسقطونك فأنت أيضا سقطهم قال فليسقط محمد الشيرازي ولا يسقط للشيعة مرجع آخر مرجع يسقط خير من أن يسقط مرجعان هذا الفكر الحضاري الإنساني الأخلاقي الحكيم نابع من روح الاعتدال لو كان السيد متطرفا كان يبتهج بهذه الورقة ويأمر بنشرها فسماحة السيد رجل كان يتحرك بهذه الروح الكبيرة لم يصارع أحدا على شيء من حطام الدنيا